احتفلت مساء أمس السفارة الصينية لدى البلاد بالذكرى التسعين لاستقلال الجيش الشعبي الصيني كان ذلك بحضور عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد والجالية الصينية وذلك بأحد فنادق العاصمة أنجمينة الحسين النور يوسف والتقرير تسعون سنة مرت منذ استقلال جيش التحرير الشعب الصيني السابق والعشرون من هذا الشهر لعام 1927 كان يوما تاريخيا للجيش الصيني ودولة الصين الشعبية وبمناسبة هذا اليوم أقامت السفارة الصينية لدى البلاد معدبة عشاء تذكارا لهذا اليوم التاريخي المسؤول العسكري بالسفارة الصينية لدى البلاد هوجي هوي استقل هذه السانها ليسرد الإنجازات التي هققها الجيش الصيني أقب التحرير مما جعله أن يحزى بمكانة في المجتمع الدولي مضيفا بأن الجيشين الشادي والصيني تربطهما علاقات أزلية سيما في مهاربة الإرهاب كما تخلل الحفل عرض فيلم وسائقي بين من خلاله الإنجازات التي هققها الجيش الصيني حتى هذه اللهزة النائب الثاني للقوات المصلحة الشادي الجنرال جينباي ميشيل قال إن الدولتين تربطهما علاقات مميزة سيما في التعاون الأسكري لذا باسم الجيش الشادي هنأهم بالذكر التسعون لاستقلال جيش التحرير الشعب الصيني ترجمة نانسي قنقر